صباح الأمل صباح السعادة صباح بكرة أحلى أعزائي المشاهدين أهلا ومرحبا بكم في أولى حلقات السنة الجديدة 2020 سعداء بكم ونرجو نكون أسعدناكم في 2019 السنة الجديدة دخل علينا سخنة شوية لكن هنبتدي بالإشعاعات وبعدين هنتكلم في الموضوع دي عندنا النهاردة حد قائمة من القوائم الكبيرة والعظيمة في محافظة الجيزة وهو المستشار بدأ وعلام رئيس مجلس أماناء محافظة الجيزة راجل صاحب خيرات كثيرة وإبداعات كثيرة وأيدي بيضاء في أماكن كثيرة هنتكلم عن أمور إن شاء الله استنونا فيها عندنا الفقرة الثانية مع النائبة الدكتورة شادية ثابت عدو مجلس النواب عن النبابة ومن القيادات البارزة في حزب مستقبل وطن نبتدي الأول بالإشعاعات زي معاودينكم إن إحنا دلوقتي مهم جداً في اللحظة دي إن إحنا نقاوم الإشعاعات لإنها مدمرة للدول والخصوص في اللحظة دي هقول لكم ليه نبتدي بس في الإشعاعات بيقول لك نقص مصل الألف الوانزة بالوحدات الصحية طبعاً لأسياً أنا أنا تجديدت من 15 سنة في خطة المحافظة وبالتالي هم بيعملوا حاجات فيها شيء من التطوير فأنتو لو مش عايزين التطوير بيقول لهم عشان خاطر ما يطوروش ونفضل محل كسير عندنا بيقول لك دمج بشعبات العلوم والرياضة في شعب في شعبة واحدة في السنوية العام برضو الكلام دوت بتكدبوا مجلس الهدرة بيتكدبوا ووزارة التربية والتعليم بيكدبوا مفيش الكلام ده خالص اتطمنوا نفس اللي حصل السنة اللي فاتت هو اللي يحصل السنة دي والدنيا ماشي مفيش مشكلة عندنا عدم صلاحية طفايات الحريق في مصر طبعا كل دي اشاعات ويمسك اشاعة وعايزكم كلكم تمسكوا الاشاعة وزي ما هم بيعملوا الاشاعة احنا عايزين نكذبها عشان خاطر نحافظ على بلدنا خسخصة السكة الحديد خسخصة السكة الحديد كلام غير منطقي هتفضل السكة الحديد هي صحابها مصر والحكومة هي هي مفيش اي حاجة كل المسألة ان احنا بندخل شركة خاصة عشان تطور مثلا في استقبال الناس يعني الغاء دعم ايه لما لسه بيقولوا في مشروع كل واحد في بطاقة التموين هياخد الف امتين وخمسين يعني بالله عليكم يعني نجيبها لهم كده يجونا كده تيجي كده هي كده لا نخلي بنا لان احنا دلوقتي الوقت ده وقت مهم جدا خصوصا بعد تفويد اردوان بدخول قوات عسكرية لليبيا هنتكلم في الموضوع ده بعدين لكن خلينا نتكلم دلوقتي مع مين مع المستشار بده وعلام اهلا وسهلا بحضرتك اهلا بيك يا فن والله انت نورت برنامج صباح بكرة الله يخليك شكرا يعني انت انت منورنا ومنور محافظة الجيزة كلها شخصية 2019 للأعمال اللي بتعملها سرا بس احنا كبا اعلامين وصحفيين بنعرف نجيب كل حاجة من ايه من مصدر عايزين نتكلم مع حضرتك لانك مسؤول عن يعني مجلس الأمناء في محافظة الجيزة كلها عايزين نعرف ايه المشاكل بالنسبة للتابلت بالنسبة سواء لأولياء الأمور او المدارس بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المسلمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اه طبعا التابلت نظام ممتاز لتطوير عقلية ابناءنا الطلاب و يمكن بيح هيحميهم من الدرس الخصية وده شيء طبيعي لانه سبب فيه الدرس الخصية لابناءنا الطلاب انه تعود على نمط معين الامتحان يجي لبطريقة معينة بياخد الوراء ده في السنتر ده ده اللي كان بيشجع أولياء الأمور انه هم يودوا أولادهم الى السناتر بالدرس الخصية ايه اصبح نظام التابلت اه النهاردة نظام اكتروني لا المدرس الفصل ولا المدرس اللي بيد في السناتر برا يعرف حاجة عن نظام عن الامتحانات نفسها ايه خالص لانه كل مدرسة ليها امتحان لوحديها ليها كود بتدخل به كل طالب ليه كود ليه امتحان غير التاني دي معلومة انا اقول مرة اعرفها سيادة المستشار يعني كل مدرسة ليها امتحان مختلف عن التاني مختلف عن المدرسة الاخرى اه يعني كل مدرسة ليها كود بتدخل على اه نظام المنظومة المعمولة للامتحانات ايه الطالب بيدخل بالكود بتاعه بيجي له الامتحان اه الوقت المحدد ليه بيمتحن بيجاو فيه يجي انتهاء الوقت بيقفل عليك ترونيا وبيبعت الامتحان الاجابات بتاعته ايه اللي بيصح حتى الامتحانات النهاردة النظام الجديد مش مدرس واحد ايه ده كل سؤال بيروح لكل مدرس على حدة بعيد اه ولو كان اكتر او كمان اتنين مدرسين او اكتر هيتصححوا الامتحان علشان لو كان فيه عشان حتى الطالب لا يظلم في شيء اه فالنظام ده طبعا بيقضي نظام التابلت ده بيقضي على نظام اللجان اللي كان بتعمل لأولاد الأكابر بيقضي على نظام الغش اللي كان بيتم في السنامية العامة وخاصة في بعض المحافظات ايه والولد يجيب الدرجة انه يخش كلية القمة ومن اول عام لا يوفق فيه النجاح فده طبعا نقلة لمصر نقلة كبيرة هي تكلفة عالية جدا 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 طبعا على مصر ولكن لما عرض المشروع الدكتور طرق شاوي على السيد رئيس الجمهورية وافق على الفور وحتى البنية التحتية اللي هي تدعم هذا النظام البنية دي مكلفة جدا 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 مثال لما طلبوا المدارس الخاصة انها دخل البنية التحتية زيها زي المدارس الرسمية الدولة طبعا وصلت ليه المدارس الرسمية الفايبر من السنترال الى كل مدرسة هيتكلف مبلغ مبلغ مش قليل تكلفة الفايبر فيما بعد كمان النهاز لو عنده 20 جيجا على العقد اللي كانت عاملها شركة إيسير المدرسة هتدفع 150 ألف جنيه يعني التكلفة بتاعته عالية الاشتراك السنوي لو كان أكتر من 20 جيجا هالمدرسة هتدفع 225 ألف جنيه لو كان أكتر من 30 جيجا هتدفع برضو مبلغ أكبر ده اشتراك سنوي علشان يبقى فيئة منظورة بالمدارسة الخاصة دي ما فيش الوزارة ما بتدعمهاش هو إحنا طالبنا في لقاءتنا ان المدارسة الخاصة اللي مصارفها بتقل عن 10 تلاف جنيه الدولة توصل لها زي موصلة المدارسة الرسمية كلام جميل لأن الطالب في المدرسة الخاصة في المدرسة الحكومية بيكلف على الدولة 10 تلاف جنيه والسيد الرئيس قال هذا الكلام في جامعة القيارة في مؤتمر الشباب يبقى من باب أولى التعليم الخاص وخاصة اللي هو مصاريفه أقل من 10 تلاف جنيه يعامل معاملة المدارس الرسمية لأنه بيشيل عبق عن الدولة طبعا النهاردة التعليم الخاص صاحب المدرسة أو الشركة المالكة للمدرسة بتبني مبنى الدولة ملزمة دستريان تبنيه بتعين عمالة بتشغل عمالة في المدرسة بتحلي مشكلة البطالة بتشيل تكلفة الطالب من على كاهل الدولة على ولي الأمر إحنا عندنا في التعليم الخاص 3 مليون طالب تكلفتهم على الدولة 30 مليار جنيه فمن باب أولى المدارس اللي مصاريفها أقل من المدارس الرسمية أنها تدعم في المنظومة التعليم الجديدة معنا مكالمة تليفونية ألو 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 طيب فصل يرجع يكلمنا تاني اتفضل حضرتك إحنا عاوزين يعني بنطالب في هذا البرنامج أن التعليم الخاص بدل الصورة المشوهة أنه هو قطاع استثماري وقطاع استغلالي والكلام ده كله إحنا بنؤدي مهمة خدمة تعليمية طبعا مهمة وطنية بنشارك في التعليم ولأن الدولة لا تستطيع أن تكون بالتعليم وكل دول العالم كده فيها تعليم خاص وتعليم عام فنتمنى أن المسؤولين يسمعونا في هذا البرنامج ويوصلوا البنية التحتية للمدارس الخاصة اللي هي مصرفها أقل من 10 تلاف جنيه لأن الأعداد فيه إحنا عندنا 8 تلاف مدرسة على مستوى الجمهورية منها 650 مدرسة سنوية محتاجة دعم المزارة في الجزئية دي سيطر المستشار طبعا فيه أمور كتير جدا نتكلم فيها بس في الجزئية دي إفرد البلد ما عندهاش إمكانيات مادية فإن لإقتراح البديل يعني هل مثلا نقول ندفعه ويتخصم أنتوا بتدفعه مصاريف برضو للوزارة طبعا مش ممكن يبقى فيك اقتراح بديل إن أنا ممكن أخصم من مصاريف اللي أنا بتفحها عشان ما يبقاش فيه على العاهل الدولة لا هي المفروضة إنها توزع على يعني هي زي لأن أنت النهاردة مدى 64 في قانون التعليم بتقول إن المحافظة القليم اللي بيحدد مصاريف المدرسة الخاصة طيب إحنا فيه دلوقتي هنكمل مع سيادة المستشار فيه مدخلة ألو ألو فاصلت تاني معلش بيرجع تاني يا حبيبك كتير يا سيادة المستشار حضرتك بتقول عن القانون إن كل محافظ هو اللي بيقول عن تعليم المحافظ نفسه هو اللي بيحط يعني القانون مادة 46 من قانون التعليم بتقول إن المصاريف محددة أنا بيحدد المصاريف والقطاع المدارسة الخاصة ما بتقدرش تزوج جنيه عن ما هو مقرر لها من الوزارة ما اتفاق مع المدريات فالنهاردة لما تيجي تكلفة عالية على الطالب على المدرسة يبقى هتتفاهم الاتصال رجع تاني ألو أيوة مين معنا؟ عليكم سامير بيح جازي سامير بيح جازي مدير إدارة العيات التعليمية أهلا بك بالشخصية الجميلة صباح الأمل صباح بكرة أحلى أنت صاحي بدري يعني صباح بكرة ده 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 احنا كده خلاص احنا بقينا في نص اليوم لأن احنا صحيح من قبل الفجرة يلي أنت منورنا أهلا بي أنا أدك الصح حبيبي صباح الخير عليكم على درسة الجميل المستشار الجميل الحاج بدوي الحاج بدوي يا حبيبو كتير على فكرة احنا لو نفتح التليفونات مش هنقلق ربنا يديم المحبة في الله دايما هو الإنسان ده بيزرع الحب في قلوب الناس كلها بسلوكه الجميل ومعاملته الجميلة واسلوب الراقي والعطاء الجميل اللي هو يعني منهجه في الحياة طبعا ده كلام جميل بس أنا عايز أقول لحضرتك إن من خلال بحثنا الاستقصائي المستشار الحاج بدوي علام شخصية عام 2019 الأعمال الخير اللي بيعملها في الخفة من جريدة بكرة أحلى ومن برنامج صباح بكرة أحلى قل لنا حاجة كده هوت من علاقتك القريبة الجميلة بالمستشار الحاج بدوي علام الحاج بدوي ما شاء الله نفتعلم مثال العطاء ممكن أنا أعرفه من 2016 ما شاء الله صدق دائما في الخير على مستوى نطاق بلاء وخارج بلاء اكتوبر أو العيات أو منشط الأناطق على مستوى الجيد ده المعلومات المحدودة الحاج بدوي ما شاء الله يعني فعلا مثال العطاء ما فيش أي موضوع عرض قدامه وإذا كان العائق مادي سريع هو ما عندوش تفكير هو ما شاء الله التفكير بتاعه سابق الشغل فبيدو أردن على طول بتلاقي المشكلة ذللت يمكن وإحنا في بلاء احنا طلحنا ألف دس أما تعرض الموضوع الحاج بدوي ما شاء الله كان هو موجود في وسط الناس وموجود في وسط الرجالة وما فيش مدرسة كان بيقابلها عائق إلا وكان حاج بدوي مؤين لها ومساعد لها ومزل للصلاح اللي بتقابل الناس فربنا الدرس طاحة حتى في العياط احنا يمكن هو كان في زيارة عندنا هو معاه يوطي الوزارة الحاج بدوي يتبرع علينا بخمس تلاف كاتكوت للعياط بالإضافة اللي وعدتنا إن ناخد فرخة بينها لا إن شاء الله إن شاء الله يوصلك قفص طب عايزين بقى نقول للحاج بدوي وانت معانا كده هو انت ليه تبرعت بخمس تلاف كاتكوت هو ده عطاء مش ليه ايه أسبابه لا هو ما عندهش أسباب يا غاشة هو أي خير بيلاقيه ما عندهش أسباب للخير الخير ما بيباشي لأسباب دي مدرسة الزراعية باقي الزراعية بالإضافة احنا كنا بنصلح برضو هنا بسكاتف في العياط ما شاء الله مدنا بأربع شويلة مصامير تصواميل بتاعتهم والورد والحاجات دو كلها يمكن العربية راحت ووديتهم على هناك وبالتالي دعمنا المدرس كلها بصراحة هو ما بيتأخرش مش على العياط بس لا كل الإدارات يعني أنا أقولك أنا كمثال حي مباشر احتفاك مباشر مع الحاج بادوي فربنا دايما وأثناء اجتماعات المدرية مكافئات للمتميزين والناس دو كلها مباشر على الملأ ما شاء الله هو يعني ما بيفكرش ما بيخدش لحظة للتفكير لا ده هو بيبقى القرار تقدر أعتقد قبل التفكير فمش على الله العطاء ده عنده ده جينات موجودة جواه فربنا يبرك فيه ويسعيده دايما ويجعله في مزان حسناته ويديم عليه الخير والعطاء وربنا يكسر من أمثاله شكرا أستاذ سمير مدير مدارة تعليمية لإدارة العياد بمحافظة الجيزة قامة كبيرة بيشكر في قامة عظيمة المستشار الحج بدأوي علام إيه الحكاية دي يا حاجة يعني بتروح وبتشتغل بنفسك وتدفع فلوس وترى تتبرع بحاجات ومحدش بيسمع عنها حاجة دي من الحاجات اللي إحنا قفشناها يعني زي ما في ناس بتمسك تقفش حاجة إحنا كمان بنقفش الخير نرجع تاني ونتكلم أنا عارف إنك ما بتحبش تتكلم في الحاجات اللي إنت بتعملها في الخفا لكن إحنا بنقولها تملي عشان الناس صغير وتبتدي تقلب نكمل نقول طب إيه رأي حضرتك لو كانت المحافظة مثلا تتعاون معاكم بحيث إنها توفر يعني بدل ما يعني بدل ما تاخد منكم رسوم تسدد القيمة النت دوت وبعد كده تبتدي تحصل من أول وجد إيه رأيك ما فيش معنع طبعا يبقى أفضل راح ممتاز طيب نداء طبعا للمحافظ إنه يتعاون مع المدارس الخاصة عشان تكمل منظومة تعليمية الصحيحة بالتابليد طب فيه مشاكل أولياء الأمور ما بتقدرش يعني مجلس الأمانات ما بيقدرش يحلها أعتقد إن في الجيزة معظم مشاكل أولياء الأمور بتتحل لأنها كلها المشاكل منحصرة في التقديم للمدارس التجربية وطبعا نحن نعلم الإقبال على المدارس التجربية فاق الحدود في محافظة الجيزة وما تقدرش المدارس الحالية تستوعب وخطة هيئة الأبنية تستوعب المتقدمين الآن وخطة هيئة الأبنية التعليمية مع معالي المحافظة إنها بتبدأ تبني مدارس جديدة في الجيزة علشان تستوعب حتى رياض الأطفال اللي هم متقدمين للتعليم جميل حضرتك عندك مدارس الصفة الخاصة صحيح وعند حضرتك كمان معهد اسمه إيه؟ الجيزة الدولي للسلك وتكنولوجيا المعلومات معهد الجيزة الدولي للسلك وتكنولوجيا المعلومات هل يطرى فيه وفاق ما بين مدارس الصفة وما بين معهد الجيزة الدولي لتكنولوجيا المعلومات؟ هو المعهد له نظام لوحده لأنه بياخد بعد السنوية العامة طبعا المدارس لغاية السنوية العامة فقط لا غير طبعا كل طالب بيأمن يخش كليات القمة فمعظم يعني الحمد لله إن التعليم عندنا برضو يعتبر متميز فمعظم الطلوبة بيخش طب وهندسة لكن بيجينا من كل المدارس على مستوى الجيزة للمعهد مش شرط المدارس عندكم كمان يعني أنت مش عامل إيه لها من كل المدارس كل بالزبط على مستوى الجمهورية بيدرس إيه بقى المعهد؟ يعني تكنولوجيا ومعلومات يعني إيه أساسيات؟ يعني يطلع من الأخلي المهندس؟ بيطلع مهندس لاسلكي أيه؟ بيعمل في الموانئ بيعمل في المطارات بيعمل في السفن كمان المراكب السفن بيعمل في المخابرات بيعمل في له مجالات عمل متعددة المطارات وال طبعا لأنه هو بيدرس مواد هندسة كلها بالكامل لمدته أديه؟ سنتين بعد السنوية العامة ده جميل أو يواجع قلب والأربع سنوية وبتاعة هي سنتين وبقيلها مهندسين بيطلع مهندس نعم جميل طب مرجع تاني معلش والشهادة بتاعته دولية معتمدة شهادة دولية بدي أخد شهادة بيعتمد في أي دولة يقدر يشتغل بيها مثزين هي أربع سنوية وفي الآخر بيطلع ده سنتين وكمان محترف بيها على مستوى العالم لأن وزارة التصالات هي المتولية هذا الموضوع ده شيء جميل على فكرة اللي بقى لو أدينيه المعهد ده المعهد الجيزة سبع سنين تقريب سبع سنين إحنا إيه كنا مقصرين إنا إحنا يعني أنا شايف أنه برضو لازم نفتح المجال في سبع وعشرين معهد على مستوى الجمهورية مش إحنا بس لا أنا بتكلم لأصلية القرب من المستشار الحج بدوي علام إحنا نعرف كويس قوي إن حد بيخدم البلد لما بيشتغل في حاجة بيشتغل عشان يخدم بها البلد فبالتالي أولا هيطلع شاطر هيطلع كويس هيطلع يلاقي شغل كمان هيلاقي إدارة مختلفة ودي كمان استقطبت الشباب اللي هم خرجين دون يعني دبلهم تجارة دبلهم صنايا دبلهم كذا ابتدت بقى تاخد المؤهدات الفنية فكانوا الأول بيطلع مش لقي له عمل فالنهار ده لما بيطلع بيتخرج بيشتغل على طول لأن فيه تعاقدات على طول معهم تبع وزارة الاتصالات وورده جميع الدول معتمد بالنسبة ده كرام جميل جدا وتحية ليك في الفكرة الجميلة دية خصوصا أنك أنت اللي بتعملها ما وفيه ناس بشتغل تجارة نعم أنت بتشتغل خدمة البلد وإحنا ما بنجيبش حد هو التعليم ليس تجارة ولكن رسالة رسالة التعليم هتسأل عنه قدام ربنا الأولاد أمانة في إيدك فلابد أن يكون التعليم بما يرضى الله رسالة جميلة نرجع ندخل على سؤال تاني إيه المشاكل اللي ممكن لأولياء الأمور مجلس الأمانة ما يقدرش يحلها أو المشاكل اللي هي ما بتقدرش تحلها مجلس الأمانة هي دخولة مطالبة أولياء الأمور إنهم يدخلوا مدرسة أما مشكلة الولي الأمر داخل مدرسة بتتحل مشكلة الطالب بتتحل مشكلة المعلم بتتحل كل المشاكل بتتحل إلا الكسفات لأن إحنا الجيزة محافظة الجيزة الكسفات فيها وصلت إلى 100 طالب في الفصل لو قسمنا عدد الطلب على عدد الفصول المتاحة فدي من أكبر محافظات الجمهورية في الكسافة ودي بدأت هيئة الأبنية التعليمية اللي هو يسري مع المهندس عبد الناصر الحقيقة وده يمكن من أحسن الناس اللي جات في محافظة الجيزة بسك فرع هيئة أبنية التعليمية يأكيد راجل عظيم عشان تبتسل له التحية يعني التعليمية بيحل المشاكل يعني بصراحة هو فيه تعاون بين وكيل المزارة السيد خالد حجازي وراجل برضو بيحل المشاكل عطول مع المهندس عبد الناصر ومع المستشار العسكري الحالي لمحافظة الجيزة العقيد محمد عبد الهادي برضو ده الحقيقة بكل ومع أي أنا شخصيا احنا بنحاول نزلل كل العقبات الحقيقة اللي بتقابل وليه أمر أو طالب أو أي مشكلات تعليمية في الجيزة شواء نقص إمكانيات أو نقص ده بالنسبة لأولياء الأمور حضرتك نائب رئيس مجلس إدارة الجامعية أصحاب المدارس الخاصة بالجمهورية طب إيه ما شكلهم برضو اللي ما بتقدرش تحلها له عدم سداد المصريف المدرسية لمدرسة خاصة بيجي ولي الأمر ولك أنا مش قادر اننا أدفع مصريف وطبعا احنا مشكلتنا في مصر ان البعض أولياء الأمور البعض كلنا من أولياء الأمور مش عاوز يدفع يعاوز يعاوز يعاول ابنه مجانا طبعا لو عاوز تعاول ابنك مجانا وديه مدرسة رسمية صحيح طيب عاوز ان هو يدخل في المدرسة وبعدين ما يدفعش مصاريف في المدرسة طيب هي المدرسة ليست معاناة ولا الدولة بتعينها ولا بتاخد اعانات من حد ولا بتاخد تبرعات من اولية الامور فهي المصاريف المدرسية هي اساس الصرف على العملية التعليمية فمش يقدر يتوقف عن سداد المرتبات وسداد مستلزمات العملية التعليمية فما بتقدرش هنا فبنقدر نتكلم مع صاحب لو فعلا ولي الامر فعلا محتاج ان هو ده بنكلم صاحب المدرسة والرجل بيستجيب وبنشله جزء كبير من المصرفات لو ما هوش قادر فعلا طبعا القرار الوزاري اشترط ان عشان يقول ان هو مش قادر ان يجيب شهادة مشكلة الاجتماعية يقول ان هو غير قادر فدي طبعا بصعوبة ان هي قدر يحصل عليها برضو ولي الامر طيب هو اكيد طبعا انت ليك بقى في الحتة دي مش عايزين نتكلم فيها وفي حاجات بتطلع برضو كده للخير بس انا كمان عايز اقول يعني ممكن يكون حد تعصر في يعني هو كويس كل حاجة في شغله في ده فهل يترى لو تعصر خلاص المدرسة بتشيل الحالة كاملة لو ليه امر مثلا انتقل رحمة الله سابق اولاده كان نفسه يعلم اولاده فالمدرسة بتكمل مع الاولاد لغاية ما يتخرجوا منها ايه فاحنا عاملين حاجات في يعني حاجات خلقين اوي مش عايزين نقول ان هو اصلا مش عايزين بتكلم على شخص احنا بتكلم على تعليم الخاص الفكرة العامة عنه ان استثماره ومكسب وكلام ده ليه لان بعض المقاولين دخلوا في التعليم الخاص اخيرا ايه فده اللي خلى الصورة اللي خلى البعض القلة القليلة ايه لكن غالبية العظمة من اصحاب المدارس واخدين التعليم رسالة ايه طب اهمية المشاركة المجتمعية بالنسبة للتعليم يا سيادة المصر شعب كل دول العالم يا فندم المشاركة المجتمعية فيها اساسي ايه يعني مصر بالذات لابد ان كل المجتمع المدني وكل رجال الاعمال ان يشاركوا ويساهموا في التعليم ايه القادر على انه يبني مدرسة هيحل مشكلة الكسافة ايه القادر على انه يدعى مدرسة بمستلزمات تعليمية باساس واوي لاخره للطلاب لابنائنا الطلاب ده كل عمل انا اعتقد ان فلوس الزكاة تنفع في المدارس تجوز يعني تجوز ربنا يتقبلها انها في المدارس لانك انت بتساهم في عملية تعليمية طب اجازها الازهر المشاركة المجتمعية دي اساسي ولذلك ده دور مجلس الامنة انه يوصل مشاركة المجتمعية للمدارس كلام جميل وكلام المعاك يعني عايز اقول لك يعني الوقت معك بيتاخد بصورة انت لازم يعني بإذن الله يبقى ليك حلقات معنا تاني ان شاء الله اه يعني حق الناس عليك ان شاء الله حد ناشط انا عرفه من زمان اه راجل ناشط بشكل كبير هو يعني اسنع على حضرتك ده جزء من كتير يعني عشان وقت البرنامج ما قدرناش نكمل اه عشان كده اختارك البرنامج صباح بكرة احلى وجريدة بكرة احلى لان احنا عملنا بحث استقصائي فاختارك شخصية الشخصية التعليمية العام 2019 اه طبعا انت تسحق اكتر من كده وطبعا احنا بنعمل حفلة ان شاء الله السبوع اللي جاي خضرتك باذن الله توعدنا ان اتبقى معنا ان احنا نقدم لك شهادة التأدير وتكريمك لان احنا عايزين الناس كمان تغير من الكفاءات المحترمة تغير من الاعمال الخير لان البلد محتاجة وقوف كبير جدا اخر كلمة ممكن تقولها في نهاية الحلقة اللي احنا مش عايزين نخلصها معك احنا نتمنى للتعليم في الجيزة خاصة انه يكون متميز وفعلا ان استاذ خالد حجازي اطلق مبادرتين متميزة جيزة في الاول ومبادرة اخرى برضه متميزة جيزة في حب مصر الانشطة مهمة جدا للطلاب انها تمارسها وهي دي اللي بتخلي الطالب يحب المدرسة فعلا بعد اطلاق المبادرة التانية الطلبة ما كانوش حرسين على انهم يحضروا الطبور وكانوا يحاولوا يزاوى من الطبور بدأوا لما بدأت فيه مسابقات في الطبور وديت اللي اطلقها الاستاذ خالد حجازي الحقيقة فحببة الطلبة في التعليم نتمنى ان شاء الله ان هذه المبادرة تتم سنويا ويبقى فيه مسابقات بين المعلم المبتكر فيه مسابقات في جميع الانشطة وبيكرم الفائزين او المستوى الاول والتاني والتالت ان شاء الله على مستوى محافظة الجيزة ونتمنى هذه المبادرة تنتلق في مصر كلها ونتمنى للتعليم في مصر التقدم ان شاء الله ولدكتور طارش اول ان هو ينجح وهذا التطوير في التعليم اللي بينقل الطالب المصري من طالب كان بيحفظ ويتلقى حافظ مش فاهم مش فاهم للا طالب مبتدع مبتكر مؤلف بيقدر يعمل بحث بيقدر يوصل لمستوى الطالب العالمي ان شاء الله ان شاء الله بإذن الله بمجهوداتكم بنشكر سيادة المستشار الحج بدوي علام رئيس مجلس امناء محافظة الجيزة ونائب رئيس مجلس ادارة جامعية اصحاب المدارس بنشكر على مستوى الجمهورية على مستوى الجمهورية طبعا وان شاء الله على وعد الحلقات اللي جاية الف مبروك حصول حضرتك في التقرير الاستقصائي على شخصية العدم في الجريدة وشخصية البرنامج صباح بكرة احلى لعام 2019 الف مبروك صعداء جدا اللي كنت معانا اعزائي المشاهدين الفقرة الاولى انتهت الفقرة التانية مع النائبة الدكتورة شادية ثابت عدو مجلس النواب عن امبابة القيادية بحزب مستقبل وطن انتظرونا بعد الفتر اعزائي المشاهدين اهلا ومرحبا بكم مرة اخرى مع النائبة الجميلة المجتهدة النشطة الدكتورة شادية ثابت اهلا وسهلا بيك اهلا بيك يا استاذ وجدي وبرنامجك الجميل اللي بيبس الامل وبيبس يعني الطاقة الايجابية في الشعب المصر الطاقة والايجابية والجميل هو وجودك المستمر في وسط المجتمع الامبابي والمجتمع المصري والمجتمع العربي انت كنت جاية من الامارات كنت بتعملي ايه هناك اه والله كانت يعني بريك كده علشان يعني الايام اللي فاتت واللي جاي يعني اخد كده فترة ان انا اخد فيها بريك علشان تجديد النشاط طب ده كلام جميل اه انا شايفت كنت جاية اخر نشاط انت جددتي بقى هما بيعملوا ايه في الامارات احنا بنعمل حاجات هناك يعني حزنت على مصر في حاجة مصر جميلة قوي وفيها اماكن جميلة قوي ده الامارات كلها حتة دي كده يعني دبي والشرق وابو ظهب السبع امارات وليلين وبعدين تعداد السكان بتاعها مليون ومئة ألف اه اذا انا عدت خمس سيان ما سمعتش كلاكس في الشارع ما شفتش ورقة في الشارع اه الناس دي بدأ لسه من عشر خمستاشر سنة والعمارات الهندسية والابداع الهندسي اللي موجود واحنا اللي حضارت سبع تلاف سنة وعندي سبع تلاف مكان ليه السياحة يروح لهم خمستاشر مليون عشان تور واحد اللي هو برج خليفة ده انا عندي برج القاهرة وعندي الاهرامات وعندي شرم الشيخ وعندي السواحد وعندنا تلتين قصر مصر العالم يعني الاقصر مصر وعندي سياحة استشفائية فينك يعني وزراء السياحة يا ريت الوزير الجديد بقى ينشط لنا سياحة لان مصر تستحق ده انا يجيني بقى مش خمستاشر مليون ده يجيني ميتين مليون سايع في رأس السنة يعني واختبال حضرتك ليه احنا مش منشطين هذه يعني حضرتك واس ان قصرت النقطة دي بيتقول بقى مصر بجمالها طبعا الامارات الجميلة والامارات والسعودية ومصر حاجة واحدة والكويت وكل الدول العربية لكن برضك يعني مصر تستحق ان يبقى فيها تنشيط سياحي اكتر من كده كثير دي رسالة من النائبة المكتهدة الناشطة ان يبقى فيه تنشيط سياحة اقوى شوية وطبعا وزير اما ضمه السياحة على الاثار والوزير هو وزير اساسا مكتهد فاكيد ده هيحصل انا تعشم فيه فعلا ان انا كنت قلت الوزيرة السابقة على السياحة الاستشفائية وطبعا لو اشتغلت فيها بجد دي مش هتدر على مصر اقل من خمسين مليار جنيه لان انا عندي بحيرات حمرة بتاعت الجلدية وعندي عيون كابرتية وعندي رمال وشمس وبحر طول السنة وعندي يعني عندي حاجات كهوف ملح ومحميات طبيعية وحمام موسى وحمام فرعون يعني سياحة استشفائية مفيش مثيلها في العالم إذا احنا عندنا الأردن على البحر الميت وشواهي تطيني اللي عندهم برضك بتروح لهم سياحة استشفائية دي فيا وزير السياحة الجديد أهلا وسهلا بيك وأتمنى أتمنى أتمنى تنشط السياحة الاستشفائية والسياحة الشاطئية والسياحة الأسعار الحقيقة عندنا وسياحة الدينية عندنا يعني كمية من كاتيجوريز بتاع السياحة في جميع الحياة لو اتنشطت والله ده يبقى داخل الواحد والمصر صحيح طب نرجع بقى من تنشط السياحة لكشف حساب احنا نعمل معك كشف حساب المعارض اي ليه بقى في امبابا في ناس فهمة وناس مش فهمة اي واختلطت الحواديث ما بين النواب واربع نواب والشغل كتير في امبابا امبابا يمكن اكتر من الامارات اي خمسة مليون خمسة مليون يعني قديها خمس برات ترم كده نعم ترم ده احنا عندنا بابا قدو خمس برات اي يعني فيه اللي عارف وفيه اللي مش عارف احنا عايزين نعمل كشف حساب زغلن كده عشان الوقت مش هي يعني احنا لازم ناخد وقت بعد كده معاك كبير كشف حساب 2019 ايه اه والله الحمد لله في 2019 كان حصيلة اه التلت سنين اللي قبليه يعني انا كنت مقدم حاجات كتيرة قوي كلها جات في 2019 يعني مثلا كان كنت مقدمة من 2016 على تصليح كبر مبابا وإينارته وسفلاته والكلام زي ده فالحمد لله كان شغال الوزير السابق اللي هو هشام عرفات الوزير هشام عرفات ومشي وجاء بعديه الوزير الناشط كامل وزيري كامل وزيري فالحقيقة خلاص قربنا هو بس طوله شوية فيه يعني انا بردك من هنا بقوله يعني عايزين دي خلاص لان الناس في مبابا بيقولوا اه هو ليه مخلصي وفي نفس الوقت قساروا في الاسفلت اللي عملوه مش عارفة قساروا عملوا مطبط فبقيت مطبط أكتر من الأولانية يعالجوها لان احنا فعلا عايزين العربيات اللي تمشي عليه مع عفشتها ما تتبصي عملوا تجربة للإضاءة وفعتوا هالي من الوزارة بردك كان منظرة حلوة قوي يا دوبك تجربة ولسه ما نوروش فاحنا عايزين بس ايه سرعة الإنجاز يا سابت الفريق احنا عارفين عنك دا والنشاط سرعة الإنجاز عشان نخلص كمري ببابا يبقى دي حاجة أنا بشتغل يعني طلبات راحة جاية بيني وبين وزارة النقل من 2016 إلى 2019 دي حاجة الحاجة اللي ان شاء الله يخلص في 2020 كده وان شاء الله نشوفه زي ما اللي مبيين وزي ما أنا عايزاه بما إني من أهل بابا وبابا مش عالي كتير بردك زي كما ينبغى أن يكون فيه طبعا كان موافقة في 2019 دي كانت أثر على موافقة الحقيقة على مركز علاج إدمان على مساحة 10 تلاف متر في حميات بابا في مساحة غير مستغلة والحقيقة خدت موافقة سيدة الوزيرة الصحة وزيرة التضامن اللي هي الدكتورة غادة والي قبل ما تمشي ورئيس ورئيسة 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 وزارة وخارج في شهر ثلاثة والفلوس طلعت في شهر ستة واحنا من ستة بقىنا ستة شهور بنناشد سياتة وزيرة الصحة نتسلم الأرض علشان نبدأ في وضع حجر الأساس لمركز علاج الإدمان اللي محتاجة مش مبابة بس جمهورية مصر العربية كلها محتاجة لإني فعلا ننقذ شبابنا اللي مش قادر يروح في المصحات لإن حضرك عارف المصحات الخاصة غالي قد إيه ومش أي حد يقدر عليها وبيجوني والله يقولولي يا دكتور عايزيني تعافى بس ما معناش فروس للتعافي ودول بيبقى طاقة سلبية على المجتمع وكمبيلة موقوطة عليهم وعلى أهلهم وعلى المجتمع نفسه المدمنين دول أنا فلت عايزة أوضح بس جزئية لإن فيه ناس بتتكلم ومش فاهمة الدكتورة شادية ثابت هي بتناشد من خلال برنامج صباح بكرة أحلى الوزراء في إنهاء وإنجاز الحاجات دي لكن مش معنى إن هي بتناشد من خلال صباح بكرة أحلى إنها مش بتتابع عشان بس نقول المسألة إن كنتي بتتابع معاهم بس عشان المواطن البسيط يفهم بس على طول بردك يعني إيه على أساس بردك إيه الوقت عندي دايق جداً أهو بتكلم هنا عبال مروح على طول ده أنا على طول والله فيه مباشرة طبعاً فيه كبري مشابن شارع المطار وشارع السودان ده على مزلقان خطر جداً ويمكن لما جات نزلة السكة الحديد وده بردك مقدمة من 2017 تقريباً بردك والحمد لله جات الموازنة كذا مرة وترجع والسنة دي جاء خمسة مليون ونص بردك قالوا عايزين تمانية مليون فخلاص قدمت طلب لوزير التنمية المحلية ووافق على إنه يكمل وجموا نزلة الإدارة الهندسية بتاعت القوات المسلحة والمهندس محمد عيد ولجنة كبيرة جداً من جميع الجهات المعنية صارت لصحي من حوالي أسبوعين وفعلاً عمله المؤيسة على الطبيعة وإن شاء الله في 2020 بإذن الله هنكون خلاصنا من هذا كبرد مشاه وهنعمل عليه ونغطيه ونعمل عليه أسانسير عشان الناس المعقيد علشان نحمي الطلبة اللي جاية من جواد حسني وجاية من المدارس اللي في شرع السودان هنموت تحت الكبرى لحقيقة القطر بيجي قطر السعيد فضيئة يعني ولو طالب صغير وعيال صغيرة بتمشي ما تمقاش عرف هذا الكلام فده بردك الحمد لله بردك جيه في 2019 وإن شاء الله ياكمل في 2020 في مركز علاجة ما إن شاء الله نحط حاجة لأساس في 2020 بإذن الله بإذن الله يعني دي من أهم الحاجات اللي عملتها طبعاً أنا كنت جيبت في 2019 عربية المامجرام وقعدتها حوالي ثلاث شهور يمكن قعدتها في مكان عشان يبقى مؤمن عند المهندس عمر الأطامي وقعدت الغاطم خلاص للكشف المبكر عن أورام فيه حاجة معلش يا دكتور يعني أنا كنت شفت الخبر دوت ونشرنا الكلام ده يعني العربية دي مش بتاعت البشوانز عام لا ده أنا اللي كنت جايباها من وزارة الصحة بس عشان هو عنده رجالة كتير في المكان بتاعه يقدر له أمن العربية 35 مليون جنيه فقاله عايزين في مكان مؤمن تبع وزارة الصحة اه تبع وزارة الصحة وانا كنت جايباها وقعدت ثلاث شهور كاملة وكان كلهم بيروح لها حوالي أربعين واحد بس يا دكتورة عايزينها في 2020 لأن فيه برضو سيدات لم يصبها الضورية انجبها ان شاء الله بإذن لا انجبها بقى ده وعد ده بقى اسمها اللي هيحصل في 2020 بإذن الله فيه حاجة تاني انت عملتيها وازبت مطار بابا عايزها تاني اه اللي هي فتحت جانب الايمن ده شغال فيه برضك من 2016 لأنه فعلا خطر جدا انه فيه ناحية شمال بس والناس رحها جاية وحوادث ولو انا عندي عايزة فيه لقدر لها حريق جوه ولا عندي حد تعبان جوه بالقلب مش حدش هتعرف تدخله عربية اسعاف سريعة فده كلام قلته من ايام لو كمال الدالي وطلع 14 الف لكلية الهندسة ونزدت وقالت لازم البيتين اتنين واربعة لازم يتشاله للخطورة الدهيمة قبل ما نفتح هذا المكان وفعلا جاري دلوقتي في المساحة يقيمه التعويضات اللازمة للبيتين دول علشان هيدوم التعويضات والمحافظ انا قدمت له طلب في شهر تمانية ورد علي بانه بعت للشرطة ان يعمله اخلاق اداري للبيتين دول وجاري ان هو تعويضهم علشان يتشالوا البيتين دول ويتفتح الجانب الايمن يعني خلاص الكبري مشكلته بحال خلاص الحلقة معاك بتخلص بصورة الحلقة معاك بتخلص بصورة الله يخلي فانت حضرتك تواجهنا نكمل وجبنا جيم كامل لنادي شباب مبابا الرياض جبت جيم كامل موافقة الوزير المختار وليست في حاجات تعمليها هنقولها في الحلقات اللي جاية ان شاء الله بس عايز اقول للشعب المصري كلمة اخير علشان احنا بس في ظروفنا الحالية يعني احنا عايزين كلنا جيش وشعب وافراد كلنا نبقى خلف القيادة السياسية في الاحداث الجارية ده حفاظها على الامن القومي بتاعنا للاحداث اللي هو اردوغان اللي هو قصر الحدود بتاعة الامن الدولي والعقوبات المفروضة بقرار 1970 لسنة 2011 على ليبيا ودخل قواته عايز زعزع زعزع الامن القومي في المنطقة احنا طول عمرنا بنساند الدول العربية في مساندة الامن القومي قبل كده حرب اليمن وقبل كده دخلنا الكويت والكلام زي ده لكن دايما سينا الامن القومي عايزين شعبنا بس كله يبقى كله دلوقتي كتلة واحدة خلف قيادتنا السياسية وان شاء الله هنعدي وهنقول لأردغان احنا عندنا 100 مليون جندي في مصر حقيقي بنشكر النائبة الجميلة الدكتور شادية سابت عدو مجلس النواب والقيادية النشطة والبارزة في حزب ومستقبل وطن شكرا لحضرتك اشكرك واشكرك لأسرة البرنامج وبرنامجك الجميل اللي بيبص الأمل بردك والطاقة الإجابية تسلامي وتشكري اعزائي المشاهدين احنا وصلنا لآخر اللقاء بس كان فيه في الآخر كده هوت فيه خبر القبض القت النيابة النيابة الإدارية القبض على رئيس هيئة مؤسسة الدرائب الرقابة الإدارية الدرائب طبعا وما فيش أي كلام في الموضوع دوت لغاية ما يتم التحقيق فيه عايزين نقول ان مصر كلها لازم تخلي بالها ان فيه عدو لازم متربط لنا وفيه دلوقتي أحداث لازم نقف كلنا خلف القيادة السياسية وانتظروني في البرنامج الساعة 11 على نفس القناة لمة الأسبوع هنتكلم بالتفصيل في الموضوع ده عزائي المشاهدين انتهى الوقت معاكم لكن ان شاء الله انتظرونا السبت القادم في نفس المعاد صباح بكرة أحلى حلقة جديدة ولقاء جديد وبرنامجكم صباح بكرة أحلى